وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل ألف وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمها من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات ومن بين تلك الأعمال إطلاقوا مبادرة سبيل التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجا مبادرة سبيل والتي تستهدف تقديم وجبات غذائية ساخنة للسادة المواطنين والأهالي المرضى المتواجدين داخل الطوارئ والاستقبال وكده معنا مجموعة يعني تتخطى السبعين متطوع لتوزيع الوجبات والحمد لله يعني شغالين في الموضوع بعد ما رجعنا من انتهاء مبادرة انت الحياة واللي كانت متواجدين فيها داخل مركز مدينة الأنطرة غرب النهاردة احنا المبادرة بتاعتنا بتغطي تقريبا كل مراكز المحافظة بما فيها المدينة الأم والنهاردة التوزيع بيتم باشراف مجموعة المتطوعين واحنا يعني كان متطوعين كلنا سعاداء بالنهاردة احنا بدينا نوصل بالشيء لمستحقه بشكل مباشر وبشكل دايركت على طول واحنا النهار دا جايبين البنت يعني زي ما ادوجينا المستشفي وخدنا واجبات وتشكر يا رئيس بشكر حياة كريمة على الوجبات اللي هم عاملينها ونزلوها في المستشفى ابو خليفة للطوارئ والحمد لله يعني واخدين بالهم مننا ومش مقصرين معنا في اي حاجة